السلام عليكم ورحمة الله نلاحظ أننا نستلع كثيرا من الرسائل التي يكتب في آخرها أرسلها إلى عشر أشخاص وسترى بعد إرسالها أن معجزة ستحصل لك بعد خمس دقائق ومن أمثالها كثير هل فكرنا في منشأ هذه البيانات من أين وإلى أين وما الهدف من إرسالها ومن أي بلد بدأت لهذا ألفت نظرنا جميعا إلى أنه في جريدة نيوز التي تصدر من تل أبيب في إحدى طبعاتها وتحت عنوان كيف نجعل الإسلام متزلزلة ثم نسيطر عليه نشرت ما يلي الفقيه الديني في إسرائيل هنري ليونر صرح بأنه لنا أعوان ومساعدون يعملون ليلة نهار على الواتس أب بجدية منقطعة النظير لإضعاف الإسلام بين المسلمين ويضيف نحن نكتب بيانات بكل اللغات العربية والتركية والهندية والفارسية وكل اللغة يتكلم بها المسلمون في جميع أنحاء العالم وفي هذه الرسائل آيات قرآنية صحيحة وأحاديث نبوية صحيحة وأقوال لآئمة المسلمين صحيحة لكننا نكتب في آخر الرسالة أرسلها لعشر أشخاص ونقول لهم إذا أرسلت هذه الرسالة لهذا العدد فستحدث لك معجزة وسترى اليوم معجزة أو بعد كذا دقيقة ونؤكد لهم ذلك بأن هذا الأمر مجرب وأكيد وبعد مرور الفترة الزمنية التي حددناها له في الرسالة سيرى المسلم أنه لم تحدث معه معجزة ولا أي شيء وسيعتبر ما قرأه عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الآئمة رضي الله عنهم مجرد خرافة ولا يأتي منهم إلا الخداع ولا ينتظر منهم إلا السراب وهكذا بمرور الزمن وتكرار هذه الرسائل منا لهم سيضعف إيمانهم بالدين وبهذا نهزمهم في دينهم ونزلزل عقيدتهم لأن دينهم لا يقدم لهم إلا السراب والخداع وبذلك نستطيع أن نسيطر عليهم لذلك إخواني بعد أن انتهى المقال من الآن فصاعدا من اليوم كلما وصلت لأحدنا مثل هذه الرسائل فنرجو حذفها وعدم نشرها ونرجو مما وصلته رسالتي هذه نشرها لتوعية الناس لكي لا يميلوا مع هذه الخرافات والأكاذيب لأننا ديننا دين الوعي دين العقل دين الحكمة فلنساعد بعض بالنشر وجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله نلاحظ أننا نستنع كثيرا من الرسائل التي يكتب في آخرها أرسلها إلى عشر أشخاص